المادة تنص على مناهج ووسائل التعليم لا تنحاز لعقيدة دينية معينة أو نظرية سياسية محددة ولا تتجاهل أي حقبة في تاريخ مصر ما عدا المعاهد الدينية بالنسبة للعقيدة من أبرز الموقعين على المقترح دكتورة ليلى تكلة الأنبى أنتونيوس خالد يوسف حسين عبد الرازق الأنبى بولا دكتورة عبلة الحسيني نجيب أبادير جميل حلم وصفوة البياضي ولكن كيف من الممكن أن يكون التصويت النهائي على هذه المادة البعض قد يرى فيها فرصة جيدة جدا للتعامل بحيدة وشفافية مع كل مقومات الدولة الأساسية سواء بنتكلم على أفكار سياسية بنتكلم على عقيدة دينية وبنتكلم أيضا عن فترات تاريخية مختلفة عليها يجب أن تكون موجودة متواجدة لكل أبنائنا يتعلموها يعرفون ما جاء فيها ومن خلالها دون وجهة نظر محددة ولكن بالتأكيد هيكون فيه أيضا ربما وجهات نظر أخرى ترى وجود حسف لكثير من الأمور سواء المتعلقة بالتاريخ أو الأفكار السياسية أو غيرها ترجمة نانسي قنقر